اشتركوا في القناة الوزراء عبر عن تمنياته لولي عهد دولة الكويت الشقيقة بالتوفيق والسداد لتحقيق الخير والنماء لدولة الكويت وشعبها الشقيق مؤكدا سموه على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية متينة يوجد سدوها التعاون والتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة وذلك في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حافظهم الله كما تم خلال الاتصال بحث تعزيز أوجه العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر